اقتمع الرئيس عبد الفتح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنين وصراح المتحدث الاسمي باسم الاسطة الجمهورية بان الاجتماع تناول متابعة الاستراتيجية القومية لتعميل سيناء وقد وجه الرئيس بان تهدف جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء الى سياعة مسار تنموي متطور ومتكامل الاركان يشمل مدنها وقراها وليتصق مع اهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء وتناغم كذلك مع جهود الدولة التنموية المماثلة في كل ربوع مصر وذلك بتكات في كافة وزارات وعيئات الدولة كما وجه الرئيس بدعم المجتمع السينوي وزيادة مساحة التطوير الحضاري على حساب ما كان قائما من غياب التخطيط مع تدعيم تلك الجهود بالدراسات الاجتماعية والانسانية المعمقة واللازمة ليكون بذلك بمثابة قاعدة انطلاق لجهود الدولة في تلك البقعة الغالية من ارض مصر وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض المخطط الاستراتيجي العام لتنمية شمال سيناء من كافة الأركان باشتراك جميع وزارات وهيئات الدولة إلى جانب عرض المحددات الرئيسية في هذا الصدد والتي ترتكز على انهاء اية مظاهر للعشوائية بسيناء وتطوير كافة الخدمات والمرافق بها لإقامة تجمعات تنموية متطورة كما تم استعراض نتائج التجارب السابقة للدولة لتطوير سيناء عن طريق إنشاء التجمعات التنموية والقرى البدوية والوحدات السكنية فضلا عن الإجراءات والجهود التي تم اتخاذها لتطهير شمال سيناء من الإرهاب والعناصر التكفيرية لإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة كما طلع الرئيس أيضا على الرؤية الاستثمارية المقترح تنفيذها لصالح تجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء وذلك على ذات النسق الجاري من المشاريع القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة على مستوى الجمهورية بما في ذلك إنشاء مصانع تحسن استغلال الموارد الطبيعية في سيناء لسيما التصنيع الغذائي القائم على الانتاج الزراعي إلى جانب تطوير المطارات والموانئ واستكمال الإنشاءات والمرافق بها شكرا شكرا